طبعا المعادلة هاي شوفوا إذا ملاقين تختلف عن حل المعادلات السابقة بشكل أنه الأرقام الموجودة هنا فيها فواصل عشرية صاح الكلام؟ إذن المطلوب مني بهذا السؤال إذن حل المعادلة إذن المطلوب منك بالسؤال حل المعادلة التالية حل إذن سوري ممكن نعمل تراجع إذن حل المعادلة إذن التالية شوف نحل هاي المعادلة خالنا نشوف الطريقة أول طريقة أو أول شيء لازم الطالب يسوي نفك الأقواس بحيث أنه نعمل عملية توزيع بهذا الشكل كوس الأول ثم الكوس إذن الثاني ونرى الآن سلب ثمانية بوينت سبعة نضربها بالاثنين الموجودة هنا اثنين إن تستوى كم من ناتج؟ إذن سلب 17 بوينت كم؟ بوينت أربعة إن شايفين؟ ناقص بالناقص شو صارت؟ زائد ثمانية بوينت شو؟ ثمانية بوينت سبعة الآن نجد الوطوس الثاني زائد إذن ثلاثة بوينت أربعة مضروبة بإن الآن الزائد بالزائد طلع ناتج كم يا عبد الله عشرين واحدة بويند كم صفر إذن ثمانية إذن يساوي كم إذن سبعة وخمسين بويند ثمانية وسبعين الآن خلينا نلقي نظرة بسيطة على هذه المعادلة شوفوا الآن هذا الحد اللي فيه شو وهذا الحد اللي فيه إن نجمحه مع بعض مختلفات بالإشارة صح مين إشارة الأكبر سالب سبعة وطاعش معانت النتج رح يكون إشارته سالب إذن سبعة وطعش بويند أربعة راح منها ثلاث بويند أربعة شو بيظل الناتج بيظل الناتج أربعة وطعش شايفين هذا الشكل إن ما ننسى الإن الآن نأتي للإعداد العددين هذول مع بعض شوفوا أو نعمل تراجع مشان نغير اللون نعمل تراجع مشان نغير هذا اللون مشان نكون الوضع للطالب واضح لو أخذنا هذا العدد مع هذا العدد وجمعناهم مع بعض متفقات بالإشارة إشارة كل منه موجبة فالناتج راح يكون شو موجب زائد راح يطلع الناتج كم 29 بويند كم 29 بويند 7 إذن 8 يساوي كم يساوي 57 بويند 7 8 الحين صار عندي معادلتين ننقل العدد على الجهة الثانية إذن هذا العدد بروح على مين يروح على الجهة الثانية مشان نظل المكان اللي فيه مجهول اللي هو الان الان هي المجهولة فالآن شو نساوي نقول سالب 14 تساوي 57 بويند 7 8 إجهل عنها 29 لازم تغير إشارتها إذن 7 8 كم يطلع الناتج طبعا كم الناتج هنا يطلع 28 موجب تمام وهنا عندي كم سالب 14 نتخلص من السالب 14 نقسم الطرفين على سالب 14 سالب 14 الطرفين هذا صار السالب على السالب تقسيمه موجب صارت إن شو تساوي إن تساوي سالب 2 وهو المطلوب نكون بذلك حلينا المعادلة أعزائي الطلاب هذا إليه سؤال على الحل مفهومي شباب أشكركم على حسن الاستماع وإلى قائن آخر في تمريدا آخر ترجمة نانسي قنقر